وما طلبي للماء من شدة الضمع ولكن لكي ما أنا راك تجود هكذا يصف النازحون أوضاعهم المأساوية بعد مروري أكثر من شهرين على انقطاع الماء الصالح للشرب وانتشار الأمراض والأوبئة بينما يقرب من 1700 عائلة نازحة من جرف الصخرة نتيجة اعتمادهم على مياه الآبار بحسب قولهم متسائلين عن دور وزارة الهجرة والمهجرين التي يقعوا على مسؤوليتها توفير أبسط مقاومات العيش لهؤلاء النازحين براين مي مالح أقسب لك بالله نقسل من عنده ونسبح من عنده ونقسل ملابسنا أصلا حتى منتحطيت عليه مي مالح 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 حتى الدجداشة تنقف تقول هاي صايرة تقول شين كوة الأمراض هسه بالنسبة حقها بتجلد أقلب الأطفال أقلب الأكبار والله حقها بتجلد صارت أمراض عندهم ويعني أكثر العوائل تمرضت من هذا المي المالح إحنا هسه أنتم مسؤولين علينا يا مام الله إحنا هسه بحالة إلى يعني شيء معسالة مي ماكو وجهاننا صار بهم هاي الحكة من المي المالح الارتوازية جزاهم الله خير المتبرعين وحفروهن وخلال تجوالنا في مخيمات بزيابز استطاعت عدسة الفلوجة أن توثق معاناتها أولا النازحين وهم يبحثون عن قطرة ماء يستجيرون بها من شدة العطش وكأن لسان حالهم يقول لا يعرف الصبابة إلا من يكابدها ماكو مي المي هدونا كل ثلاث يام أربع تيام هدونا نوبة وحدة والنوبة وحدة ما لا حاجة ترسيها بالعشرين لترها يدبه ما لا حاجة ترسيها طفة القوة قوة ماكو مي ماكو مساعدات ماكو وعدتنا مبردات وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان وعدتنا مبردات وما جابت لنا مبردات وجابت مولد حاطتها يام دي أرسي والحد الآن ما مشتغل وكهرباء ما عدنا ومي ما عدنا ونطالب من وزارة الهجرة تيجي علينا شوف حالنا حكومة الأنبار خطي جعليني يريد مبردات يريد كهرباء يريد مي شحالنا صار عشر سنين احنا السلام واسلام ويتهرب أصحاب القرار من الإجابة عن سؤال يطرحه النازحون وهم يقاسون المأساة تحت خيامهم المهترية متى سيحسم هذا الملف الإنساني؟ من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة